الراديو تسعين تسعين هواها مصري دريكسيونة اكيد يعني نيروز لقيت الحل نورانا يا نيروز اهلا بيك يا رضوة كل سنة وانت طيبة وسنة سعيد عليك كل سنة وانت طيبة وكل سنة والمستمعين كلهم طيبين وبرحة بيكو كلكم وانت طيبة يا نيروز احنا طبعا يعني كنت معانا من اقل من سنة تقريبا بس خلينا كده نفكر كل اللي بيسمعوا الراديو تسعين سعين ايه هي دريكسيونة وبتعمل ايه دريكسيونة هي موقع الكتروني هو تقريبا اول موقع الكتروني بيساعد البنت اللي هي عايزة تبقى على الطريق ان هو بيوفر لها مدربة قيادة والفكرة ان هي مدربة وتانية حاجة ان هي تبقى متدربة على منهج لازم تكون ماشي عليه علشان البنت تطلع واسقة من نفسها وهي بتسوق لو هي متعلق لو هي في حاجة بتعملها بس هي مستهونة بيها مش عارفة يعني اضرارها ايه او اخطاقها ايه بتبقى على وعي بيها فكان الهدف مش مجرد بس ان هي بنوصلها بمدربة على قد ما ان احنا عايزين نرفع من مستوى المدربات اللي هما فعلا بقالهم كثير على الطريق وعايزين ينقلوا خبرتهم بس بشكل محترف والبنت تلاقي فعلا الموضوع اللي هي خليها واسقة من نفسها ويحلها مشاكل كثير قوي هيك اكيد بتسمحها من العيلة او من الشارع او كده اكيد اكيد اه يعني ايه المختلف مثلا يا نيروز لو انا اتعملت عايز اتعلم السواقه دلوقتي فتعملت مع مدربة قيادة من ريكسيونة عن ما خلي مثلا واحدة قريبتي او حد قريبي يعلمني السواقه جميل يا رضواء بسي هو انا دلوقتي لما اروح لقريبسي او اروح لقريبي حقيقي يعني او whatever لو انا لجأت لأي حد من العيلة او صحبتي او صحبي هم بيعملوا الموضوع بس اولا مش هيبقى عندهم منهج مشين عليه اه مش عارفين هو دلوقتي المفروض يديها حاجة طب مفروض اه تاني حاجة يديها لها ايه ايه الترتيب اللي يمشي عليه ايه قواعد الامان والسلام اللازم تبقى عارفاهم اه لو عملت حاجة غلط اكيد اه يعني رد الفعل ممكن يبقى ناس كتيرة قوي تبقى متعصبة مت اه تقول جملة بقى لو ولا انت كده مش هينفع او ان انت كده خلاص اه فيبقى مفيش طولة بالك متسوقش تاني بقى او كده مش هيبقى من ناحية السيكولوجية مش هيبقى فيه طولة بال اه لان هو مش مقدموش خريطة واضحة كده هي المفروض دلوقتي هي تغلط في ايه طب هي المفروض في حاجة بتنساها على طول طب لازم افكرها كل مرة بايه تبتدي بايه وتنتهي بايه علشان تبقى زي زي جايد لاين ليه هكده من الاول للاخر طيب وانتو المنهج ده بقى يا نيروس حطتو ازاي او على اساس ايه او خطو منين على اساس انه كل مدربة تبقى بتعلم البنت اللي معايها السواقة صح؟ هو اكيد القانون مش احنا يعني اللي مخترعينه هو فيه فيه علم كبير اسمه علم القيادة وعلم القيادة الدفاعية وفيه قانون المرور محطوط لا ده فيه حاجات لأ يعني ايه قيادة الدفاعية بقى اللي هو انت طول ما انت سايقة الناس حواليك يا ايه ما بتعمل حاجات غلط او الشارع فيه حاجة غلط او فيه عوامل طبعية مسلا ممكن تقصر على السواقة زي مطر زي دباب او حيث الشتاء دلوقتي طبعا او الطريق مش ممهد فيه فيه حجر فيه حاجات في الارض ممكن تسبب في عدم سلامة او عدم اتزان السيارة وينسي فيها لاي حد يعني قائد للسيارة فكل الحاجات دي موجودة اللي هو في الاخر توصل السايق ان هو ازاي يبقى سايق وهو بامان كامل وهو اللي بيدفند همسا فهو اللي بيدافع عن نفسه هو اللي بيدافع اه تمام ولقيته المنهج ده فعلا مرتب بخطوات يعني ليه بداية وليه نهاية مش مجرد زي ما احنا حد بيعلمنا السواقة مش متخصص اكيد اكيد اللي هو ساعدنا فيه في الاول الحقيقة كان حد هو كنا احنا برضو على لقاء اه اه على الراديو وهو تواصل معنا كنا في لسه في البداية خالص اه 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 وقال لنا انا اه 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 هتبرع اللي انا اساعدكو ان انتو تحطوا اه يعني تجمعوا من كل المعلومات اللي موجودة منهج اه يعني يبقى مبسط بس هو فيه كل الاساسيات اللي تخلي المدربة تبقى عارفة هي هتبتدي من الف الى الياء ازاي اه من اول السفر لحد ما حد يكون خلاص عايز يبقى عالطريق تمام تمام هل هل كل مدربة بتبقى ملتزمة بالمنهج ده اه يعني هو حاجة مطبقة عندكو في تريكسيونة لكل المدربات صح كده ولا اه اي اه اي حد عايز يجي اه علشان يعني يلتحك كمدربة بتبقى لازم تحضر التدريب اه التزامها بيه طبعا يعني اي اي شركة عارفة ان ان هي تتابع التزام حاجة ده شيء بيبقى لازم رولز ولازم متابعة ولازم اه فرمونات وحاجات كده يعني خصوصا ان احنا اتعودنا بقى سنين اه انا بعلم السواقة بقعد جنبها بقول لها وامسك لها وكده ايوة دي حقيقة اه فلا يعني اه هي بتبقى المنهج ده اه المنهج ده وبيبقى اه يعني بنحاول ان هي على طول نتابع مع المدربة ومعها تدرب هي اه واحد اتنين تلاتة هي عرفتهم ولا لا اه تمام وبتتأكدوا بعد كده ان اللي تعلمت السواق دي اه عرفت المنهج ده بالزبط اه بنتابع مع بنحاول ان نتابع مع الاتنين الحقيقة اه طب حال جميل بس بس يعني مش هكدب واقول لك ان طبعا اه كل حاجة علشان تبقى بتحتاج اه مشاكة خصوصا مع التعامل مع البنى قدمين اه يعني الناس شوية على طول عايزة تبقى في مصر يعني تعودت ان هي تبقى حاجة بتعملها بتحب تعملها بطريقتها اه وبالذات السواق اه ناس انها ملهاش اه كتالوج كده عندنا اه للعسف يعني اه يعني اه يعني اه في ناس كانت مدربات التحكوا بينا ومن كتر ما احنا مصممين ان هما يمشوا على المنهج ده اه مستحملوش ومشيوا اه اه النزام بقى جريب يعني اه ان هي عايزة اه تعمل حاجات معينة لسه برضو مقتنع ان هي كده تمام اه فانتو طبعا متتأكدوا من ان المدربة تبقى ملتازمة بالمنهج عشان كل الناس تتعلم زي بعض اه 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 زي من ضمن الحاجات اللي بنهتم بيها يعني اكيد جميل طيب احنا لسه مكملين معاكو لسه مكملين كلامنا اكتر عن دريكسيونة هنطلع فاصل وبنفكركم بسؤال حلقتنا اجرى واغرب قرار خدتوه في الفين وتمنتاشر كان ايه ولو حد خيات قرار انه يتعلم السواق برضو يا ريت يعني بعت لنا كده على واحد تسعين تسعة اه رقم الرسائل والراديو تسعين سعين دي صفحتنا على الفيسبوك هنطلع ونفاصل ونرجع نعرف بقى ايه الجديد عند دريكسيونة يلا بينا على الراديو تسعين تسعين لسه موجودين معاكو بنكمل حلقتنا مع نيروس طلعت مؤسسة دريكسيونة لكل البنات اللي حابة تبدأ الفين وتسعتاشر وهي متعلمة السواقة دريكسيونة اه يعني هدفها انه تخلي كل بنت في مصر وتتعلم السواقة عن طريق مدربة اه بنت برضو فصفحة دريكسيونة موجودة على صفحتنا صفحة الراديو تسعين تسعين على الفيسبوك تقدروا تدخلوا عليها وتتبعوا كل الجديد وكمان سؤال حلقتنا اللي بنفكركم بيه قولولنا اجرأ واغرب قرار خدتوه في الفين وتمنتاشر مستنينكم تشاركوا معنا على واحد تسعين تسعة وكمان تبعتولنا على الفيسبوك نيروس عايزة اقولك بقى انه يعني في قرارات غريبة فعلا مستمع الراديو تسعين تسعين خدوها تعريبا نشوف كده هي ايه بس هي يعني هي بعيدة شوية عن السواء يوسف بيقول اني اخوش اي جي في يوسف هيدخل اي جي فشايف انه ده قرار غريب بس هي اسهل يا يوسف صح يا نيروس يعني الاي جي اسهل من السنوية العامة ومن ال لا ما اقدرش يعني ما اقدرش حدد هي اسهل ولا لا اه لان انا مش اه مش مش ما عنديش خبرة في الموضوع ده خصوصا ان كل حاجة بيبقى فيها اعيوب ومميزات اكيد اكيد احنا نتمنى بقى يوسف يدخل ويقول لنا ايه الاخبار اه اه نوها بتقول انا طلعت رحلة لجبل موسى في التلج ده لا بجد برافو عليك يا نوها برافو عليك انا عايز اعمل زيك اه يعني ممكن يا رطول اه هو معيك ياجي معيك اه يالله بينا يالله بينا يتشجعيني لكل لواحد كده اخاف لا خلاصي بقى انا اعملها مع بعض هاني بيقول اغرب قرار ان انا سفرت ورجعت تاني اه قول لنا يا هاني يعني ايه الحاجة اللي خليتك ترجع هل حست ان انت يعني مش هتقدر تعيش برا مصر فيه ناس ما بتتأقلمش كتير برا مصر يعني لما بتسافر فقول لنا كده اه ايه اللي خليك تقرر القرار الجميل ده وترجع اه فيه كمان اه اه فيه اه يارا بتقول ان هي يعني اغرب قرار انها مش هتاصق اه في حد بسهولة تاني بس هي لسه ما حققتش ده وكمان بتقول انها هتتعلم السواء فحاجة حال واجهة طب شطرة يارا اه بس ما تبقى عندها ستتاشر سنة هي تمنتاشر بتاقي لي يا نيروس اه اه تمنتاشر 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 سنة خلاص يبقى يارا معلش هتاجليه كمان لحد ما يبقى عندك تمنتاشر سنة وتتعلمي السواء مع دريكسيونة بقى اه اهم حاجة يارا تتعلميها اه صح عشان محدش بس يقول البنات ما بتعرفش السوق والنبي اه اه دي اهم حاجة تبتكري ليه الولاد دايما بيشتكوا يا نيروس من اه ان البنات ما بتعرفش تسوق. اه ليه الولاد بيشتكوا? اه. لا هما الولاد بيشتكوا من حاجات كتير قوي اهنا بنعرفش نعملها فتأكيد هيشتكوا من يعني يعني لو اي غلطة عملت اه هي كسرت تيمين ومدتش اشارة مثلا اه بتتكلم في التليفون كتير وهي سيئة اه حاجات كتير اللي هي بقى باينة قوي يعني هم بيعملوا اخطاء برضو بس ممكن اكتر بيسوقوا سرعة جونانية احيانا. اه البنت بتبقى اه ساعات البنات بتبقى لسه عالطريق فتلاقيها ماشية بالراحة بالزيادة عاللزوم. دي حقيقة. اه. ودي موجودة على فكرة يعني من ضمن التعريم انه هو انت سي لازم تاخدي سرعة الطريق. اه. يعني كل طريق ليه سرعة كل حوارة ليها سرعتها. فكل الحاجات دي بيرجع واقول لو كان حد قالها للبنت. اه. اه كان اكيد هتبقى يعني هتبقى 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 واسقة كده وهي بترد او على الطريق عشان محدش يتكلم خالص. صح. وهما برضو اكيد لازم حد يقول لهم يا ريت بلاش السرعة الجنونية عشان اه كفاية حوادث. ايه اقول لهم بقول لهم. كفاية حوادث. اكيد اكيد هم اكيد الولاد صحابهم كتير. انا كل شوية اقرأ خبر اه مش حلو يعني ربنا يحفظنا جميعا. اه فياريت اه موضوع موضوع الكلام في التليفون بلاش. اه موضوع السرعة دو يا جماعة بجد يعني اه يعني 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 ادي ارواح. صحيح. ففيش اي حاجة تستدعني واحد يبقى ماشي مستعجل او فيش حاجة محتاجة ان احنا نستعجل عشانها. اه نبقى واخدين سرعة كده طبيعية. وكلاكسات بقى اللي بقت يعني حاجة منتشرة بشكل غريب الكلاكس. اه. اه يعني. يعني هو الكلاكس معروف استخدامه في اوقات معينة. لكن ع الفوضي والمليان ده بيادول ان انت يعني او انت في حاجة غلط. اه بزمت. لا عايزين اه شوية ان احنا نقلل بقى استخدامنا للكلاكسات. اه يا ريت يا ريت القاهرة عايزين اه في 2019 القاهرة تبقى نوعا ما اه مدينة متحضرة واول حاجة هتبين احنا متحضرين ولا لأ اه الناس اللي سايقة على الطريق والناس اللي بتعمل اي بتسترف ازاي. صح. اه الاجانب وهم اه في القاهرة يعني اول حاجة بيلحظوها. اه. الحاجات الغريبة اللي بتبقى على الطريق. وكل الاجانب بيتكلموا في الموضوع ده. اه. يقولوا اه بجد المصريين بيبقوا اه هما مش عايزين يعيشوا. هما عايزين يموتوا يعني. اه. بيبياملوا وبيتسبقوا ازاي يعني يتخلصوا من حياتهم. بيلاقوا الناس بتعزي قدام عربيات بتجري في هايويز. اه بيلاقوا اه اه ناس اه بيلاقوا فجأة كده حاجة ظهرت على الطريق والعربيات ماشية. اه. طبعا. يليد السلوكيات تبقى متحضرة لان ده هيكمل الشكل الحضاري بتاع المدينة. اكيد. اكيد طبعا. وده اكيد في القاهرة واسكندرية وكل المحافظات بس يمكن المحافظات التانية بتبقى اهدى شوية في النقطة دي يعني عشان اه مش زحمة وفيه شوية يعني التزام اكتر يمكن بالقانون. انتو كمان يا نيروز بمناسبة ان احنا بنتكلم بقى عن القاهرة انتو وصلتو اسكندرية. اه احنا احنا كنا لسه من من شهرين كده دخلنا يعني بدأنا في اسكندرية. اه يعني برضو لسه في البداية بنحاول ان احنا اه نعرف الناس بينا احنا بنعمل ايه النظام بيمشي ازاي وكده. اه ونتمنى يعني ان يعني يكبر الموضوع ويبقى الناس البنات هناك اه يعني مقبلة على على التدريب مع مدربات اه زي ما حصل في القاهرة. طيب وحاسيتي ايه ردود الفعل يعني من خلال الشهرين اللي انتو اه موجودين فيهم في اسكندرية. ايه البنات القاهرة مقبلة اكتر ولا بنات اسكندرية السواء فين اسهل? اه اسكندرية فيه اجبال مش مفيش. اه بس شوية يعني هما ايه اه متعودين طبعا على اه يعني النظام اللي هو القذيم. اللي هو اه شوية المدارس اه بتبقى بتاخذي ما بتاخديش المرة واحدة. مدارس التعليم السواء قصدك سه? اه 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 اللي هي كانت موجودة هي لسه لحادة موجودة في القاهرة. اه اه اكتر متعودين على النظام بتاعها في حتة ان هما يحجزوا حاجة اولاين او حاجة يدفعوها اولاين او اه احد هيتواصله معايا بعد ما هما يكونوا فعلا مالوا الابليكيشن اولاين. فالحاجات ذي كلها شوية لسه هما حسنا حاجة جديدة عليهم. اه. 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 فمحتاجين اه يعرفوا اكتر عن الموضوع. اه. علشان يبدأوا يعني يتفاعلوا بشكل. يتعاملوا معايا بشكل اكتر واكبر. اه. اه. طب ما تيجي نقول كده التعامل مع اه ويب سايت الدريكسيونة بيكون ازاي? عشان كل اللي بيسمعونا من القاهرة ومن اسكندرية. تمام. اه. احنا عندنا حاجتين. اه. ممكن يدخلوا على صفحة الفيسبوك صفحة رسمية. اه. لدريكسيونة. اه. هيلاقوا في اي بوست فيه لينك. اللينك ده لو هي اه ديست عليه او ضغطت عليه. بيفتح لها فورم. اه. بتملى طبعا بياناتها اسمها. اه. تليفونها. المنطقة اللي هي فيها. اه. عندنا اربع اربع انزمة بتختار من من الاربع دول اللي يناسبها. اه. والسعر بتاعه موجود برضو عشان لو هي عايزها طبعا البنات او السيدات اهم حاجة عندهم بتبقى السعر. سعر ايوة. اه. بيبقى قدام كل السعر بتاعه. اه. في سؤال بيسألنا اه طب ايه الفرق بين دي. زبط. اه. 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 طبعا اه لو انتسي لسه في الاول ما يفعش تاخد اقل من الاثناشر ساعة وده القانون قيل كده. اه. لازم تروحي مع مدربة تتزيكي الاثناشر ساعة. اه. علشان انت لسه في الاساس اه يعني بتاخذي من من الزيرو خالص فلازم تتأسسي كويس قوي. اه. لان فعلا لو ما تأسستش من الاول هتفضل مشكلة معاها على طول. اكيد. هتفضل متلخبطة كده. ايه الصحة وايه الغلط. اه. اه. بس بتختار وبعد كده احنا. دول اول اتناشر ساعة. اه. دولة اه. نكمل طيب الباكتجز كده والفروق بينها. اه. العشرة برضو لو حد هو الليفل بتاعه لسه برضو بجانر او مبتدق. اه. نبتدي بقى الستة او التمانية دولة. الستة طبعا لو حد هو عايز يمارس بس عالطريق. هو تقريدي طرع الرخصة. بس هو عايز يمارس اكتر عالطريق اه في الزحمة. اه يتدرب اكتر. اه. فياخد الستة يعني. هو خلاص حد فعلا سياء وكل حاجة. اه. بس عايز حد يطلع معي طرق بعيدة او اه يسوق معاه اكتر. اه. فبيبقى ست ساعات كده يعني. اه بيجرب فيهم وست ساعات دول بيبقوا متقسمين مسلا في الاسبوع او في الشهر اه. اه احنا يا جماعة فلكسبل جدا في الاوقات. اه. هو بس الوقت بيترتب حسب المدربة بينك وبين المدربة. اه. مش لازم نفرض عليكي اوقات معينة ولو ما جتيش فيها بيتلغي الموضوع. لا بنفضل بس لازم تخلصي في خلال شهر. تمام. يبقى هو الشهر فبيخلصوا فيه المدة بقى او اللي تم اختيار. تمام. بعد اختيار الباكتج بقى ايه اللي بيحصل? اه بتكلمها المدربة على التليفون اللي هي سايباه. المدربة اه غالبا بتبقى من الاريا اللي هي كده بتان هي فيها او من المنطقة اللي هي سكنة فيها. اه. منها او المناطق القريبة منها. تمام. بيكلموا بعض بيتفقوا فين اه مكان يعني يبقى اامل للتعليم وكده كالبداية لازم بيكون مكان هادي. اه وبيتقابلوا بيكملوا وبيبدأوا يعني خلاص في الموضوع بعد الاتفاق. العربية بتكون خاصة باللي هيتعلم السواء ولا بيكون في دريكسيونة? اه لا هي دريكسيونة ما بتملكش سيارات. اه. احنا اه موقع الكتروني بنقدم الخدمة بتاعة المدربات. فاحنا بنوصل يعني يعني البنت اللي عايز تتدرب بالمدربة. اه. المدربة بتبقى معاها العربية بتاعتها. اه واحيانا بتبقى اللي جاية بيبقى معاها عربتها فبس بتبقى محتاجة مدربة. تمام. فانتو برضو في مرونة في الاتنين يعني سواء المدربة معاها العربية او البنت اللي هتتعلم السواء. بالزبط يا ردو بالزبط. جميل. ولو بنت اتعلمت وعايزة تبقى مدربة معاكم بقى في دريكسيونة يا نيروز ده بيحصل? اه بسي هو لازم تكون ساقت اه يعني على قلقى خمس سنين. خمس سنين. اه. 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 عشان تضمنوا ان هي هتبقى اه خبرة كافية على الطرف. اه. لازم يعني تكون اه. يعني طبعا كل اللي معنا هتلاقيهم بقى عشرة وحاجات كده وخمستاشر. اه. جميل. طيب احنا لسه مكملين كلامنا اكتر عن دريكسيونة وعن الجوائز كمان اللي نيروز فازت بيها. بس هنتلع فاصل ونرجع تاني. سؤال حلقتنا يا ترى اجرأ او اغرب قرار خدته ايه في الفين وطمانتاشر واحد تسعين تسعة رقم الرسائل والراديو تسعين تسعين صفحتنا على الفيسبوك. يلا بينا على الراديو تسعين تسعين لسه موجودين معاكم وضفتنا اللي منورانا في الستوديو نيروز طلعت مؤسسة دريكسيونة لكل البنات اللي عايزة تتعلم السواء دريكسيونة يعني بتساعد كل بنت انها تتعلم السواء عن طريق مدربة بنت برضو. وسؤال حلقتنا بنقولكو يا ترى ايه هو اغرب او اجرأ قرار خدته في الفين وتمنتاشر عايزين تبدأوا كمان الفين وتسع تاشر بقرار غريب زي ايه مثلا بعتولنا على واحد تسعين تسعة رقم الرسائل وراديو تسعين تسعين دي صفحتنا على الفيسبوك. محمد كان بيسأل على الويب سايت بتاع دريكسيونة هو موجود على صفحتنا صفحت الراديو تسعين تسعين يا محمد آية بتقول اتعلمت السواء اخيرا وبتقول انها من زمان كانت عايزة تتعلمها فبرافو يا آية. يعني. ممكن برضو تقول لنا يعني تجربتها ايه ويتتعلم. ايه. ياريت. طبعا. طبعا ياريت. فيه كمان منولة بتقول القرار اللي انا خدته اني اسيب اموري على ربنا سبحانه وتعالى. الا اا. اكيد طبعا يعني كلنا بنسيب امورنا على ربنا بس اولنا كده اا. قرار معين مثلا اا. يا منول انت اخدتي في الفين اا اا اا. وطمنتاشر ممكن يكون غريب شوية. اا. نبينا بتقول قرارنا ناخدة اني ما بقاش على حد. احنا عايزين قرارات كده. يعني افعال. ايوة. افعال اا. يعني حقيقياً يكون بنعملها مسلاً سافرت ومكان غريب. اا. حد اتعلم السواءة وما كانش اا مقتنع انوette اتعلمها في يوم من الايام حد لعب آآ رياضة مثلا فقولولنا كده آآ ايه القرارات الغريبة او القرارات الجريئة اللي انتو آآ خدتوها آآ نيروز يعني انا قلت كده في اول الحلقة ان انتي اخدتي جوايز كتير جدا جدا في الفترة اللي فاتت فيعني هتقوللنا بقى ايه هي الجوايز اللي انتي آآ خدتيها كده وتحكيلنا اكتر دريكسيونة عملت ايه؟ اوكي هي بصي انا خدت جايزة آآ وحصل حاجات ان احنا كسبنا في مسابقات هي ذي اللي كتير جدا كانت اخر انا هبتزي باخير حاجة كانت كانت حاجة ايجابية جدا يعني المشاركة في معرض آآ اي سي تي كايرو آآ معرض القاهرة للاتصالات آآ آآ كان في آآ استانيات زي هو انا عرفت برضو ان هو كان الموضوع ده اتعامل استانيات اللي فاتت كان في آآ المعرض استانيات مخصص آآ آآ زي ما كان آآ اسمه آآ 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 ده طبعا كان خدمات في قطعات مختلفة اوي طبعا انا آآ كان على يعني على همش المؤتمر او المعرض المعرض كان فيه مسابقة للشركات الخمسين شركة الموجودين آآ فانا الحمد لله يعني فزت بالمركز التاني الحمد لله ألف مبروك أنا اللي ضخ فيه يعني لغاية دلوقتي كتمويل هو شخصي أنا بتاعي برضو كان بعيد عن فكرة إنشاء شركة والبزنس فكل المسابقات أنا كنت بكتب في مجال أو ما زلت يعني بكتب في مجال ريادة الأعمال والمال والأعمال وكده والبزنس بس ما كنتيش عندك فكرة إنك هتبقي صاحبة مشروع فكرة إن حد يدير شركة يبقى مسؤول عنها يعني ناس تشغيلها تحت فيه إن هو يخطط الموضوع يحط ميزانية الحاجات دي بصراحة أنا اكتسبتها يا جماعة في السنتين دول بس من جهات دعمة كانت داخل مصر وخارج مصر ده من خلال المسابقات المسابقات دي لو لو أنت كتبت البريزنتيشن بتاعة الشركة النشأة اللي أنت عاملها هدفها شغلت قد إيه هي نكحة إزاي وتم اختيارك أو تصنيفك من الناس اللي بيتم اختيارها فبيبقى فيه إما دعم سواء إن ناس تتشتغل على المشروع معك في كل حاجة أو في التسويق إزاي تكبر إزاي تتحط خطة للموضوع فأنا يعني الحمد لله كانت كانت فيه من ضمن الحاجات كانت في ألمانيا كانت مؤسسة ألمانية برضو بتدعم شركات النشأة في كل العالم فتم اختيار ديركسيونة من ضمن السبع وعشرين شركة وكانت هي الشركة العربية والمصرية الوحيدة كمان هناك دي حاجة رائعة إحنا يعني فخورين بحاجة زي دي جدا جدا يعني روز الحقيقة يعني طبعا مصر تستهل أكتر من كده أكيد دي كانت من ضمن الحاجات الإيجابية من ضمن الحاجات التانية برضو وكت شاركت في مسابقة تبع حضنة أعمال برضو داخل مصر هنا والحمد لله تمت يعني اختيارنا من ضمن العشرة وحضنة الأعمال ساعدتنا إن إحنا نكبر فعلا ونزبط حاجات كثيرة قوية في الشركة إزاي نتعامل كتسويق كموضوع قانوني إزاي نتعامل مع العملاء فده طبعا حاجات دي كلها بتفيدكوا أكيد يعني عشان كل اللي بيسمعونا لو حد بيبدأ مشروع برضو يا نيروز يعرف إنه في أماكن ممكن تساعدكوا يعني أو تساعد أي حد هيبدأ مشروع جديد بالضبط يعني بقى فيه جهات دعمة هي جهات خاصة وفيه جهات طبع وزارة الاستثمار برضو بتدعم دلوقتي كل الشركات النشئة وكل الأفكار الجيدة أكيد يعني اللي دور هيلاقي بالضبط يعني طيب والحاجة كمان الرائعة المجلة بقى وأجرأ فكرة مجلة انتربنير كتبت عني إن أنا من ضمن خمسين أجرأ شخصية أو رائدة أعمال رائدة أعمال في العالم وطبعا يعني أنا قاعدت أفكر كتير إيه ده ده بجد يا جماعة من كده إحنا سؤالنا النهاردة عن أجرأ قرار كان الجرأة كانت هما شايفين إن هي الموضوع مبني على السيدات كله وإن المدربات سيبقوا سيدات لأنه بردو أنا لقيت اسمي مع مع أيلن ماسك كان في أول الليست دي فقلت يعني إيه ده ده بجد لا قللنا أكتر بردو عرفينا أكتر مين أو أيلن ماسك ده الفاوندر بتاع تيسلا وإكسس بيس دي من ضمنها بمينة النهاردة بنتكلم عن المغامرات وكده بتعمل رحلات للفضاء ويسلا طبعا دي شركة السيارة الكهربائية اللي بتدعم طبعا السيارات الكهربائية أو السيارات اللي هي بدون قائد وقود وقائد لا رائع يعني الفكرة دي حلو قوي إنه تبقي من أجرأ خمسين فكرة على مستوى العالم كمان ودي حاجة رائعة والقرار إن الستات هما اللي في الموضوع لأنه برضو كانت الفكرة إن أنت معتمدة على على السيدات في التدريب والمجتمع كله بيقول سيدات ايه السيدات لا ما بتعرفش السوق لا هم بيعرفوا سوق جدا فطبعا كان الموضوع بالنسبة الناس كتيرة قوي أنت فعلا جريئة يعني طبعا طبعا وكمان انتي لو أنا اتحملت كده شط كده في الأول طخ 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 لغاية لما الموضوع أثبت لا يا جماعة إحنا موجودين صح والله بنحاول نطبق كل حاجة يعني وبنحاول يبقاني لأ أثر إيجابي عن مجتمعك كل سواء رجالة أو سيدات طبعا أكيد وانتي يعني عملتي ده فعلا يعني يروز بالفكرة الجريئة زي ما مجالة قالت يعني الفكرة الجريئة جدا جدا والجراءة في الفترة الجاية بقى كمان هتكمليها ازاي في 2019 يعني هتعملي ايه جديد لدريكسيونة آه يعني أنا بحاول كده أشوف بلاد تكون عندها نفس المشكلة آه أكتر في أفريقيا يعني عندهم برضو السيدات هناك أكيد يعني محتاجين محتاجين يتعلموا يتعلموا سواء أكيد حلو جدا وبشكل منظم وشكل سهل فبقى بفكر في كده وطبعا أكيد نوصل لمدن محافظات مصر بقى مدن مختلفة زي حاجة في الماغي جدا يعني أن احنا نروح السعيد ياريت رؤى ياريت طبعا لو حد بيسمعنا جماعة بجد أنا وعايز يساعدنا في أن احنا نبقى هناك ياريت لأننا طبعا شوية الإمكانيات البشرية عندي لغاية دلوقتي مش كبيرة تمام برضو بضعوا لأي حد عايز يشاركنا بأي دعم سواء دعم بخبرته أي شكل يعني مساعدة كخبرة أن احنا نتوسع في مكان تاني هو موجود في المكان التاني أو البلد المدينة التانية وحابب أنه هو ياخد الموضوع أو يبقى مسؤول عنه بمشاركتنا يعني جميل فأنا بضعوا أي حد من خلال راديو تسعين تسعين يعني وإحنا كمان طبعا بنشجع أي حد بيسمعنا حابب أنه يكون موجود معاكو أو يشارك معاكو في ديريكسيونا نيروز أنت بجدنا ورطينا واتبساطنا جدا أننا كنا معاكي يعني في آخر حلقة في 2018 وأنك من أجرأ الأفكار على مستوى العالم زي ما المجلة قالت فكانت دي أحلى حاجة الحقيقة أن احنا نختم بيها السنة أنا بشكرك جدا يا رضوة يعني بجد أنت أكتر حد تقريبا إيجابي في السنة يعني برضو ما شاء الله استريد دي كانت يعني أنت كنت قدوة الناس كتيرة قوي أنت أكتر حد يعني فعلا إيجابي وأكتر حد بيحب يعمل كل حاجة إيجابية فأنا بشكرك وبشكر راديو تسعين تسعين وإن شاء الله مش آخر مرة تجيلنا ونشوفك في 2019 وإنتي محققة إنجازات أكتر ويعني تفوزي بجوائز أكبر كمان إن شاء الله وكل الناس إن شاء الله 2019 تبقى حلوة عليهم وبقول الناس يريد يريد يبقوا إيجابيين على قد ما يقدروا علشان يقدروا يعملوا أجرأ حاجة ومعارضينها فعلا نهاردة حلقة الجراءة بشكرك بشكرك يا نيروز وبشكركم جدا كل مستمعي الراديو تسعين تسعين اللي تابعونا واللي شاركوا معانا في سؤال حلقتنا النهاردة وعلى صفحتنا على الفيسبوك إن شاء الله 2019 تبقى سنة جميلة وسعيدة على كل اللي بيسمعونا وعلى مصر كلها والعالم كله يا رب خدوا قرارات مختلفة قرارات جريئة وغريبة عشان بلدنا تبقى أحسن عشان إحنا كمان على المستوى الشخصي نبقى أحسن بشكركم جدا الأسبوع الجاي حلقة جديدة في سنة جديدة من يلا بينا استنونا في 2019 هكون معاكو أنا ورغضة يوم السبت الجاي